لازم نعترف يا جماعة تجربة بيراميز ارجو انها تتكرر خمس ست مرات عشان يبقى عندنا كرة ارجو واتمنى لكن اللي بيزعلني انا شخصيا بعض المتعصبين سواء اهلي سواء زمالك سواء سعودية ايا كان هو مين الالفاظ الخارجة اللي بتتكتب على الاشخاص عيب عيب حتى لو اختلفنا مع الراجل حتى لو اختلفنا معاه كل واحد قدر بمصلحته وانا هنا تاني مرة التانية والتالتة والعشرة الراجل ادى للنادي الاهلي 260 مليون جنيه في 15 لازم نضرب له تعظيم سلام نقول له متشكرين وانا كنت اتمنى شخصيا وكنت بقول الكلام ده من اول يوم ان مشروع القرن اللي وقف خالص مات هو ده الامل بتاعنا كلنا كاهلوية هل بعض تركة الشيخ عن النادي الاهلي انهى الموضوع ولا مجلس الادارة ليه رأي اخر ولا جماهير النادي الاهلي العظيمة لها رأي اخر ولا رجال اعمال اللي بينتموا للنادي الاهلي ليه لهم رأي اخر لان ده المتعة بتاعة الشعب المصري لكن على كل اهلاوي حتى لو اختلفنا مع تركة الشيخ هذا الرجل في من الايام وقف جنب النادي الاهلي واعطى للنادي الاهلي باريحية وبحب